اشتركوا في القناة اليوم سنحل قليلا على الفيديو اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات لغاية من ينزل الملخص انا ساعة تسجيل الفيديو ده لسه ما جبتش حاجة فالحابة بيتدرب على اللي احنا شرحناه مش هنحتاج حاجة غير نتشغال انا هحط لكم لينكات اللي انا هنحلها دلوقتي في الفيديو واكتر منها شوية فنحطها بالترتيب في الديسكريبشن بحيث ان احنا ممكن نفتح نحل لوحدنا الاول كنوع من التدريب وبعد كده نتفرج على الفيديو ونشوف يعني كنا حالينا صحة حالينا الغلط هو هيقول لك اغلب الوقت في الصفحة نفسها الصحة من الغلط بس لو في بوينت معينة مش مفهومة ليه جاد دي ومجادش دي ليه اللي انتنا حليته وما كانش هو الصح ساعتها ممكن نسمع الفيديو ونشوف يعني المشكلة كانت فين عشان ما نطولش عليكم هنبدأ اول لينك معانا الاختيارات هنحطهم بالترتيب ان شاء الله ده هيكون اختياري اول حاجة بيقول I can't lift this box اوكي I not help you ده هنا شخصيا واحد بيقول I can't lift this box اللي بتاني يرفع التاني بيقول له اوكي I احنا زي ما قلنا في الشرح ان ده بيقدم مساعدة في اول تمام I don't think that she not recognize me I don't think that she will recognize me علشان عندنا think يعني احتمال تحصل فبيقول انا ما اعتقدش انها هتفتكرني careful you not fall طيب careful هنا وزي look out مثلا هتجي في اسئلة بعد كده معناها يعني خلي بالك يعني في حاجة هتحصل يعني انا شايف دليل لان حاجة هتحصل تمام ففي الحالة دي زي ما قلت في وسط الكلام ده ليه ليبقى are going to تمام she not graduate next year بيقول لي هي هتتخرج next year she will graduate ولا she is going to graduate ولا either could be used يعني الممكن استعمل الاثنين لو انا قلت she will graduate next year ما عنديش مشكلة لان هنا ما جاب ليش دليل مادي ما قال ليش حاجة she is going to attend برضو لان هنا ممكن تتخرج علشان هي خلاص في سنة ثالثة مثلا ان كلها من اربعة فهتبقى الربعة دي هتتخرج بس يحتمل الاثنين لانها ممكن تزقط مثلا فما تبقاش فتبقى أول ساعت فانا اختار either could be used لان ممكن استعمل الاثنين الجملة تحتمل الاثنين the flight not at 9 pm طيب نفتكر ال time tables كانت اخر حاجة في الفيديو لما كان عندي موعيد سبتة بجدول كنا بستعمل معها انهي زمن كنا بنستعمل معها المضارع البسيط فهتبقى departs i not meet your dad tomorrow afternoon tomorrow afternoon يعني احنا محددين معاد وهقبل والدك يبقى i am going to ده معاد مصبب طبعا هنا لو الاختيارات فيهم i am meeting your dad برضو تبقى صح لان احنا هنا برضو هنبقى مستعملين المضارع المستمر زي ما قلنا عندنا ال time marker في الفيديو بتاع الشرح وعندنا ال arrangement انا متفق مع your dad طيب he is very hard working i think he not be very successful طيب هتقول لي في hard working يبقى في دليل وانا اقولك i think ممكن تبقى will بس هنا يعني تقريبا وهنتأكد لو اتي سواء ممكن تبقى هاتحكمني يبقى is going to لا غلط ممكن تبقى he is very hard working على العيني وراسي وانا اعتقد بس هناك ممكن تبقى تمام؟ يعني انا اعتقد انه هي بقى ماذا يبقى ماذا يبقى وانا اعتقد ماذا يبقى هنتكلم عنها يبقى هنستعمل معها اوكي you marry me طبعا هي دي جملة مشهورة اللي بيحضر اي افلام واي مسلسلات اجنبي بيقول له will you marry me هنا لو هنمشي على القاعدة يبقى بسأل شخص هتتجوزني ويبقى will you مش are you going to marry me ده انا بسأله عن رأيه بساعتها مش عن خطته who do you think win the championship who do you think win the championship قلنا عندنا think يبقى will win the championship i not to america next month طب حلم انا مسافر دلوقتي next month حددت المعاد بالتاعي هيبقى هل i fly i will fly i am flying هل مجاب لي i am going to fly كما قلت لكم في المثال اللي فات اما هستعمل المضارع المستمر اما هستعمل going to fly لان الاتنين يضلوا على خطة ودليل عليها يعني ان انا حاجز طبعا الانسرز هنا هو كاتب لي الاجابات اللي احنا اخترناه فوق وكاتب لنا اللي انا قلته تقريبا ان هو اللي استعمل لي وما استعملش دي بالانجلش ندخل على اللينك البعض ده اختياري برده السبيكر وان بيقول له هل يقرب برده اوه لا اتذكر اه اتذكر اي لان اعتذكر اي اتذكر اي لان اتذكر اي لان اتذكر نتفاجئة و في رأي فأنتها بإنشارت الشكل ، قررت بساعتها لماذا لديك مدد فيك ؟ لاحظا لماذا لبست هكذا الجاكت؟ لا ندخل أفضل انا سأتأخذ مددور جميل أفضل طبعا، فأفضل لماذا لبست أفضل يبقى I am going to take the dog out لأن ده أنا مقرر و ناوي عشان كده لبست الكوت If I meet him, I know him is a good news عندنا F القعدة اللي هي F الاولى F مضارع بصيتي بقى الناحية التانية The phone is ringing, I know it I will answer it, I am going to answer it ده quick decision ساعد مرن التليفوني بقى will I have bought a new book, tonight I not at home and start reading أنا اشتريت كتاب النهاردة I will stay at home and start reading ولا I am going to stay at home I am going to stay at home لأن أنا مخطط أنا اشتريت نهاردة الكتاب و خلاص حطت الخطة بتاعتين أنا بليل هسهر عليه بقى What not to hear children if she doesn't find a job يعني معنى الجملة هيحصل هي للأطفال بتاعتها لو هي ما قدتش شغل طبعا عندنا حالة F What will happen to her children if she doesn't find a job I am not free tomorrow, I know the doctor I will see the doctor or I am going to see the doctor طبعا عند اللهتي هنا دي معاد مسبق مع الدكتور بتاعي و قطط له يبقى I am going to see ولو في الاختيارات مفيش I am going to see هيبقى I am seeing the doctor I am so tired, I need some rest I think I not a week off واحد بيقول أنا تعبان عايز شوية راحة المثال ده أنا قلتو في الفيديو بتاع الشرح بالظب I think I will take a week off ولا I am going to take will take لان ده quick decision ساعة المنحة ستني تعبان قررت اني هاخد اسبوع قد كافي ورتي طبعا برضو قرناه في الفيديو الاولاني I will have coffee please where are you going انت راح فين I will go to do some shopping ولا I am going to do some shopping اكيد I am going لانا انا مقرر ونازل وهو قبلني في السكة بيقول لي رايح بين طيب نشوف check answers كل اللي احنا قلنا عليه والسبب بتاعه كان مضبوط ده اللينك الثاني هنشوف مع بعض اللينك الثالث I have been to go to my phone that's okay I am going to lend you mine I'll lend you mine can I make offer فانا باختار ويل it's julia's birthday next week so we are going to buy here some flowers عشان احنا عارفين انهاية ملادها كمان الزبوع واحنا مقررين نشتري لها flowers will you lend me 10 euros please I promise I promise it back to you tomorrow I am going to give you it back to you tomorrow I promise I'll give it to you tomorrow I promise I'll give it to you tomorrow James is starting university tomorrow what is he going to study هو واحد رايح الجامعة قالك بكرة هيبدأ قول يوم في الجامعة قالك what is he going to study اكيدو احنا بنختارك كلها الاول وعارفين احنا هنجلس ايه قبل ما نروح الجامعة مش بنروح يوضعونا فده قرار ده سوري ده ترتيب مسبق فgoing to you know that film it's very frightening let's choose another one بيقول له you won't like that film مش هيعقبك الفيلم ده it's very frightening يعني بيخوف let's choose another one لاخترنا ونت مش going to اولوكم لما اتأكد ان نجابة مطبوطة do you think the presents we got for them are going to like or will like do you think they will like عشان think look the coach run or we will miss it اه مع رقش الكواتش ده ايه اللي بي leave المهم بيقول is going to leave or will leave run or we will miss it يبقى هم شايفينو بيتحرك is going to leave طيب نشوف الانسر تمام كل اللي احنا اخترناه مظبوط اه هو ما غيرش حاجة لو احنا مغيرين الاختيار هو عملنا see answers هيغيرها لنا i will lendو مظبوط or we are going to buy تمام or we will give you تمام we are going to have a barbecue تمام you won't like this film it's very frightening هل هنا عشان very frightening ده خلص خليتو you are going to you aren't going to مسلا لا هي will علشان ده رأيي شخصي انا اعتقد انك مش هتحب الفيلم حتى لو انا عملنا going to عملنا see answers هيغيرها لنا i won't like تاني تمام البيب زي ما قلناه مظبوط ده كان اللينك التالت نكمل choose تاني على will going to i feel really tired i think i not go to bed طبعا i think i will طبعا هنا اجابة فورية هو بيقولك إيس يعني اجابة لي مظبوطة where are you going i visit a customer i am going to visit a customer do you want me to help you no thanks john not help me بيقوله تحب ان نساعدك عله شكرا john ناوي ساعدني يبقى is going to would you prefer tea or coffee زي ما اتكرر كذا مره ده quick decision i will have coffee please would you like to come to my house for dinner and talk about this good idea اه هنا اتنين بيتكلموا مع بعض ويقوله تحب تيجي عندي البيت تتعشى معايا ونتكلم في الموضوع ده فبيقوله good idea i not bring some wine يعني تمام اه كويس انا هاجي وهاجيب معايا some wine some wine هو الخم اللي هو هاجيب معايا شايف بتاعي تمام i will bring some wine well i am going to bring some wine هل ده مقرروا من مبرح ولا ده قرروا دلوقتي يبقى i will عندك بيال decision i have already decided i have already decided i not buy a new car already decided هل will لا i am going to buy a new car what are your plans for next week plans for next week قطتك للسبوع اللي كاي هل i will well i am going to fly to new york تمام what are your plans for the holiday نرى كتزبا فقم لقلي بردو كتا في الشرح i not visit my parents for few days and then لا مش ديلة احنا جبناها سري i not visit my parents for few days and then go walking in scotland يبقى what are your plans زيادة الفوب that i am going to visit تمام why are you wearing this your best suit اللي لا بس الحقة اللي عالحب بيقوله i not have the lunch with my biggest customer عندي غدا have lunch مع اكبر زبون عندي او عميل عندي يبقى i am going to دي خطة او معاك ولبس لها احسن حكى عندي وكل الكلام ده علشان دي خطة مصبقة do you want to have chicken or beef beef اللي هي اللحمة i think have a quick decision بس بدل الشرب هنا دخل على الاكل i will have my head hurts يعني عندي صلاع او دماغ يبتو جائعي sit down and i not get you a nassbring ده شخص تاني بيرد عليك قرر قرار سريع بيقوله او عد وهنا هجبلك some aspirin يبقى i will ده ممكن يبقى i am making go for ممكن يبقى a quick decision بس هال هنا quick decision we need some more ink for the printer ink طبعا اللي هو الحبر printer طبعا i not go to the shop and get some quick decision my way look نركز look there is smoke coming out of the photocopier اللي مكان في التصوير بس في دخان طالع من مكان التصوير you turn it off and i not phone the safety officer قرار سريع انت تطفيها وانا هتكلم ال safety officer i will تمام i can't see how to use this spreadsheet انا مش عارف ازاي هستعمل spreadsheet don't worry i'll help you برضو انا ما كنتش جاي من بيتنا مقرر اني هساعدو انا قررت quick decision انا قررت كلام i need to speak to you today i am going out now but i will be back later i am going to be back later اكيد انا هرجع يعني sometimes بس مش i am going to do back later لانه هو هنا حتى ما حدد ليش امتى هيرجع بالظبط فهيبق i will did you phone michael phone هنا يعني call هل كلمت michael i am sorry i completely forget i will do it now برضو نفس زي اللي نسي يجب العيش ده can you help me with this i don't understand it i not give you a hand as soon as i've finished this i will give you a hand as soon as i finish this او المخلص اللي في ايدي هاجة ساعدك give you a hand يعني اساعد as soon as مجرد اني اخلص اللي انا ما اسكوه هل هنا هيبقى i will give you a hand and بمعنى اساعدك مش معنى الحارفي could somebody answer the phone i will get it ماما في البيت بتقول ممكن حد يرد على التليفون فحد قال لها i will get it quick decision it's really hot in here واحد بيتكلم الثاني بيقول i not put on the air conditioning اللي هو التكيف i will put on the air conditioning تماما بعد كده الاجابات بتاعتنا كلها اقلبها will and the quick decision بتاعها وكل ده نحلوهم سوا وحدنا مرة وبعد كده لو عايزين نسمع الفيديو بحيث نراجع احنا حلينا كده او دي جد كده لم يجدش زي ما احنا حلينا او whatever دي كانت الصفحة الثالثة والربعة مش عارك اللي بعده اللينك ده هتلاقي جاي كده كل سؤال اللي واحده فحنا ممكن نقول show the questions عشان نقلل التكات الكتير I can't do my homework tonight بيقول انا مش عارك اعمل واجب بتاعي النهاردة I not a movie ليه مش هتعرف تعمل واجب انا رايح احضر فيلم يبقى I am going to see a movie يعني انا مقرر وعندي خطة وحاجز التذاكر مثلا او متفع مع صحابي ان احنا هنحضر movie I am going to see What are you going to give her for your anniversary طبعا hair هنا اللي هي غالبا مراته for your anniversary اللي هي ذكرى السنوية بتاعيكم او ذكرى كواسكم او او انا مش عارف حاليا هشوف احنا بنقول بالعربي عندنا هشوف هبقى شوف هل I am going to see هل دي خطة هل الشوف نفس وده خطة لا I will see تمام لان دي مش خطة الحاجة عارف مثلا وقال I don't know yet I am going او مش هيقول I don't know بقى هيروب انت على طول I am going to buy here something مثلا يبس عادتها I am going بتقولها انه خطط طبعا راجل هنا لسه ما عرفش ولسه ما خططش هايشو I will see طبعا So you are going to live in Australia What not when you get there What are you going to do What what you will you do دلوقتي واحد راح يهاجر بيقوله هتعمل ايه لو ما تروح هناك دلوقتي باسأله على خطته لما يروح هناك ولا باسأله الظروف هتيجي معك ازاي اكيد خطته فيبقى Are you going to do طبعا I expect you will pass your exam but What not if you fail them ميشي انا بتوقع لك انك هتنجح ان شاء الله بس هايحصل ايه لو سأت What are you going to do ولا what will you do انا الغيتي باسأل على خطتك لما تسأت سوريا ايه الخطة انك لو سأت هتعمل ايه What will you do ولا what What are you going to do What are you going to do غلط احنا مش قولنا ان احنا عندنا think وعندنا if مش if دي حالة if بيبقى معاها مدرع بسيط وان احنا التانية مستهبك بسيط طب مش نركز يبقى will you do احنا التانية مستهبك بسيط what will you do if you fail دي مش معناها خطة ان دي معناها ان دي حالة if الاولى مفيش حاجة مع if تيجي مدرع بسيط والناحية التانية going to مدرع بسيط والناحية التانية مستهبه البسيط يبقى will you do I know what with you if you like نفس الif I will come with you if you like صح انا هاجي معك لو انت حابد بس هنا if بيبقى will طب نركز بف دي I know what with you even if you don't want me to even if دي مش حالة if الاولى حتى لو أنت لا أريد أن أأتي معك يقول له I am going to come with you Even if you don't want me حتى لو أنت لا أريد أن أأتي معك حتى لو أنت لا أريد أن أأتي معك يكون مختلف حسب معنى الجملة طيب What not about the door? You said you would fix it last month أنت قلت أنك هتصلح الباب وده غالباً حوار بين 6 وجوزها فأنا بتقول What are you going to do about the door? ناوي تعمل إيه في الباب اللي أنت قلت هتصلحه من شهر ناوي تعمل إيه ليه ناوي تعمل إيه؟ من الخطة بتاعتك What not if you don't have the right tools? If مضارع بسيط What will you do? I think not tomorrow So now is the time to cut the grass I think it will rain tomorrow أول جملة تكبناها في الشرح بتعوي I think it will rain So now is the time to cut the grass Oh no Look at those huge black clouds حلوة قوي قلنا غالباً لما نلاقي look أو careful أو يبقى في لليل قدامنا بيحصل فبيقوله Look at these huge black clouds It is going to rain It is going to rain دي بقى نفس ذات أول جملة اللي مكتوبة في ناحية going to برضو في الشرح بتاعنا It is going to rain عشان فيه huge clouds في دليل قدامنا Oh no I forget to take the map Don't worry I will get it Don't worry I will get it I want a new car sometimes This one is so unreliable Unreliable يعني ما يعتمدش عليها لو حد شاطر بياخد نوتس أو بيكتب الكلمات الجديدة هتفيدنا قوي 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 في البراكرافات وفي الريدنج فكما يعني نخلي في دماغنا دائما ان الانجليش مش منهك الانجليش ممارسة الانجليش عشان يعمل لغة كويسة مش بس بنحفظ الكلمات اللي على الunit دي مش هتفيدنا في حاجة لوحدها هنلاقي كلمات كتير في الريدنج وكلمات كتير عايزين نعاوز نكتبها في البراكراف احنا ما نعرفهاش او مدوها لناس فلو خلينا شطار ونكتب الكلمات الجديدة كل ما نقابلها وغير لو احنا عندنا مخضر ثاني كمان ندور فيها ونتثقف منها المهمة يعني ما قدرش اعتمد عليها يبقى I will get a new car ولا I am going to get أنا العربيتي بازت خلاص أنا بايزة مش أدرى مش بها مشوارية but I am going to get أنا ناوي ناشتغل look out تاني هي look out يعني بص مش سري مش بص يعني حاسب is going to crash don't lend Peter your car he is the he is he is a terrible driver he not it will crash it is going to crash it طيب ok Peter دس هو وحش ما بيعرف شو يسوق بس هل دا دليل ان هو هي يخبطها لي هل Peter ناوي يركب العربية عشان يخبطها لي ولا he will crash it يعني ممكن دا يحصل لا he will crash it بقى دلوقتي كل التست دا خلاص المحضة اللي هنخلي بالنا منها اللي هي I expect you will bust your exam but what will you do if you fail them أي F عندنا حالة F الاولى عندنا يبقى هنختار معها will حتى لو معنا الجملة مش راكب اوكي دا كانت الصفحة دي الصفحة دي برضو هنعمل see all questions what not for the party probably something simple بتقول له هتلبس ايه للحفلة what will you wear what are you going to wear what are you going to wear what are you wearing for the party طيب أنا بسأل واحد عن خطتك what are you going to wear مضبوط okay I think next season not a wonderful one for our team I think يبقى will be هنا الإجابة الصحة بيقول لك عليها اوكي وبيقول لك لما بطلع هنا بطلع لتنوت لو في حاجة معانا عايز علق لك عليها على الجملة دي او اختيارين ينفعوا فبيقول لك عليهم في النوت دي طيب see that girl بص على البنت دي she not into the water with this wizard with this wizard هو شايفه قدامه هتنطف المية she is going to jump ولا she is jumping into the water خلاص البنت بتنط قدامه يبقى she is jumping لا غلط she is going to jump يبقى is jumping دي احنا اتفقنا عليها في الشرح انها بتكون في حالات معينة بس ان يكون عندي appointment او agreement على معاد ويكون فيه time marker انه هيحصل في المستقبل لكن ده قدام عيني بيقول لك بص البنت هتنط is going to jump okay not me your phone number again please ده انا بطلب او معنى اصحة زي ما كتبناه في الفيديو ask someone to do something will you tell me تمام the president not to canada tomorrow he's got a very tight schedule 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 ya�ي schedule schedule يعني jadwal time اقولنا اخر حاجة في الفيديو ان الجداول او time table نستعمل معها مضارع بسيط هذا هو الموعيد لكن انا دقائتي عندي ليس جدول الموعيد هنا بيقول ان جدوله زاحم فهو مسافر بكرة to canada is flying to canada tomorrow لماذا is flying لأنه هو الرجل حاجز وجدوله مظبوط انه هو خلاص مسافر فمش is going to fly ومش will fly خالص طبعا دي خطة متخططة وهو هحاجز وطايم ماركر بتاعنا tomorrow والارانجمنت بتاعنا اللي هو السفر لانه هو عنده schedule ففيه arrangement معه is flying ومالامتال schedule اللي بتستعمل معنا مدارع بسيط دي اللي هي لما اقول the plane flies at 10 o'clock تمام يبقى معاد الطيارة عشرة لك انا بقول ان president مسافر بكرة is flying لان جدوله هو مزحوم او ده معاد السفر في جدوله يبقى عندي time marker وعندي appointment طيب you not the idea the idea the fortune said واحد بيقوله you aren't going to find the idea ولا you want to find the idea the idea طبعا مثالي ولا you are finding تمام يبقى هنا عندي بيقوله واحد بيقوله you won't find the idea ده رأيه شخصي انا بقول له واحد انت صعب تلاقي المرأة المثالية اللي انت بتحلم بها كل حاجة فده رأيه شخصي you won't find مش دليل you aren't going to find مش دليل they not a house in the mountain so they won't need your tent ما عايزين الخيمة بتاعتك عشان هما هيقجروا بيت في الجبل they will rent ولا they are going to rent ولا are renting they are going to rent لانا هنا ما عنديش time marker تمام؟ ما عنديش معاد ما قلتش tomorrow at noon they are renting a house ساعتها ممكن نقول انا عندي time marker وعندي arrangement بين اشخاص لكن هنا زي نويين يأكدروا بيت في الماركة ever you heard of zone lately ever you heard of zone lately طيب هاو ممكن يكون هاو ممكن يكون هاو بس كتب غلط have you heard of zone lately and food from zone برضو دي غلطة من عنده يعني هل احكلمك قبل كده مبالح او اخرا قال له yes i know him tomorrow at nine i am going to meet him tomorrow at nine i will meet him i am meeting him tomorrow at nine لسه بالضبط قلت كده tomorrow at nine يعني ده time marker و i am meeting him لأننا مضبط معاه يبقى هستعمق مدرع المستمر how lucky how lucky i got the grant i know english in malta next summer grant هنا تقريبا حاجة سيجبها منحة فبيقول انا محظوظ أو how lucky الحظ ده انا خدت المنحة دي ان انا هدرس english next summer يعني دلوقتي الراجل خلاص اسمه بالمنحة يبقى i will study i am studying i am going to study next summer i am studying wrong i am going to study حين عنده next summer هيدرس i am going to study مش appointment معين فما اخترناش i am studying i am going to study دي انه بتاعتي ان انا هروح والدليل على كده ان انا عندي المنحة how in the future ask the reporter how are houses going to be تمام بيسأل الربورتر ده بيسأل على حاجة في ال future انت شايفة هتبقى how houses will be ده رأيك الشخصي how houses will be الحاجات اللي انا يعني صفحة دي يمكن فيها تركات شغية بيسألها كويس ان احنا بنتدرك منركز لو احنا غلطنا في حاجة ونعرف هي مشيت كده ازاي ونركز في النوت اللي بيطلع حالنا غالبا بيبقى اي اللي انا فيها الاجابة الصحيحة لك اخر صفحة هنمشي فيها مع بعض هم 20 questions لما بتوقف عليه بيقول بيكتب لك الاختيار فوق لكن مقتل مش فيه ازبكين would you like to play tennis no i am not for my vocabulary test tomorrow i am going to study for the vocabulary test بيقول له عايز تلعبتين اسأله لك انا رايح ناوي اذاكر عشان عندي تجد فكرة هنقول من السهم ده the examination not at 9 don't be late حلو if he doesn't start working harder he is going to fail the course no i am she is going to no i am she is going to and the other correct answer uh another correct answer انا هنا بقول he is going to fail the course دليل عليها ان هو مش بيذاكر اوكي بس برضو هو مش هجيب لك ده في القيارين في سنوية عامة لان الاثنين صح زي ما وكتب لك الاثنين صح اس جوينج توفيل صح والفيل صح عشان اف طبعا ممكن ان يمشي معها وال وعلشان هنا في دليل ان هو مش بيذاكر فاس جوينج توتبقى صح برضو هيا مع ايه ما رفش مين gedacht ليه متى جنة جب primer حين في المومنت واستعمقت شوينج توتبقى خطه كسه انگه symptom خطة لانا مسار يشعر طبعا абсолютно 돈 يؤ 뜻 تقول لك ديفو سافتات هوا مش خطة فاس بارا حسنًا، هذا ممكن، ولكنه أكثر سببًا أن يجب أن تفعل شيئًا مع ميكي و لا تريد أن تعرف ميكي إذا كان لديها أي موضوع موضوع يعني إيه؟ يعني، أنا هنا بسألها علشان أنا عايز أتكلم معها في حاجة next weekend أو عايز أعمل معها شيء معين نحدد معها معين في الweek-end أنا بسألها هل عندك ترتيب مصبق حاجة أنت نوعية تعمليها؟ فاستعملت Are you doing؟ اللي هي مضارع المستمر ما استعملتش Are you going to do anything؟ تمام؟ دي حتة كويسة برضو ناخد بالنا منها Hurry up The shop is not in 15 minutes and we still haven't put all the food we need حلو، المحل هيقفل بعد 15 دقيقة المحل طبعا عندنا بلاد برا المحلات أو الأماكن لو عندنا توكيل أو كده عارفين بيفتح كام تسعة ويقفل تسعة فده جدول يبقى closes مثل ترين بس أبط ترين ليبس ده هنا the shop closes in 15 طيب I knot around for few months before starting university أنا هسابر شوية كده قبل ما أروح الجامعة فعنا ناوي I am going to travel طيب الكثير من الانتظار التي تعتقد أن الأرض على تصميم الناس الأولى ستكون من الثلاث إلى ثلاث سنة في الثلاث في الثلاث في سنة 50 عام إبا وراء هنا نحن الموعد الموعد هو المدرسة المدرسة فعندما أتكلم عن عرض المصرحية مع تحسابة جدول الموعد سأستعمل معها بسيط إذا 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 أمتها سيكون لا أستعمل مش حتى معها أي فعل ثاني قال له إذا أمتها سيكون لأن هذا سؤال لو انا عايزة احكيها جملة خبرية اقول The first performance of the school play startis من بالكم اقول startis مثلا كذا او مش عايزة استعمل فعل خالص اقول is tomorrow is next week لان ده present symbol زي ما هو كتب لنا تحت اوكي how much i spent on my new computer you would be shocked انا اشتريت كمبيوتر غالي ومش ناوي اقولك دفعت فيه كامي but i am not going to tell you عشان عصدت صدر do you know that john and my cookie get married next month انا مش هالجاوز واحدة مش عارف تسمعها بصرا are getting married are going to get married or will get married are getting married برضو لو بنحضر او بنتفرج على افلام كتير هنلاقي الجملة دي مشهورة اوي we are getting married طيب بالنسبة قعدتنا لانها getting married دي بتبقى حاجزين مثلا المكان اللي هيتجوزه ايه حاجزين القاعة مع رجش ايه we are getting married خلاص احنا حددنا وحاجزنا ومتفقين سوا وكل الكلام ده فبنستعمل معها المضارع المستمر do you think it not maybe the sky is getting very dark do you think it will rain maybe the sky is getting very dark what do you think it is going to rain it is going to rain it is going to rain انا شايف ان السماء مسودة او مغيمة وبسأله انت شايف زي يعني انت متعتقد ان هتمطر علشان الدنيا فيها كده سحب بيقول لي maybe the sky is getting very dark تمام اهو بيقول لنا في الملحوظة اللي تحت اللي تحته بيقول لنا about the future based on a present situation يعني انا شايف او ايه حوالينا الغيوم احنا بنينا على التاقع بتاعنا the grass is getting very long i know i will cut it after lunch ولا i am cutting it after lunch ولا i am going to cut it after lunch i am going to احنا بيقول لي getting very long يعني طويل انا عارف وانا ناوي ان انا اقصه بعد الغداء i am going to cut it ما قالوش oh no i will cut it ما قالوش اه اذا بجد طب خلاص انا اقصه لأ قالو انا عارف فانا اقصه بعد الغداء كنت ناوي اصلا i know to school tomorrow for a change كل مرة بروح بالباس كل مرة بروح بالباس i am going to walk to school tomorrow for a change انا ناويت النهاردة ان انا بكرة هروح ماشي طبعا walk to school يعني go to school on foot زي ما كنا بنقول فيه ابتداءة the lesson not 20 minutes earlier today the teacher have to go to the meeting هنا ما تقوليش جدول معيد ما تقوليش ده جدول ومعادة الدرس ثابت لان هنا بالذات معادة الدرس تغير فبيقولك the lesson 20 minutes earlier today يعني هيخلص بدري 20 دقيقة طبعا الطلبة فرحانة هي يبقى the lesson will finish 20 minutes earlier today ليبقى the teacher have to go to the meeting عندو عنو مشوارية يبقى we'll finish لما ها هاي جون what not after school today i am not sure yet اه اوك بيقول له وراكي بعض المدرسة what are you doing after school today okay ما فيش هنا what are you going to do after school وبرضو كانت ممكن تبقى صح بس لو اختارين ما بنا يبقى هنختار are you going are you doing sorry are you doing اللي هذه حتى لو قابلنا التانية زي ما كانت بتاعة الويج اند اللي فاتت okay me in the garden tomorrow انا ask someone to do something بكل بساطة will you help me i not you if you help me if you help me if مضارع بسيط يبقى will help بيقول لك السؤال اللي جاي اخر سؤال what time not will the last bus leave does the last bus leave is the last bus leave is the last bus going to leave طبعا last bus ليس معناها البس اللي عدى اخر حاجة لا last bus يعني اخر بس بيعدي في اليوم بيعدي امتى طبعا ده جدول موعيد يبقى مضارع بسيط مضارع بسيط النفي بتاعه او سرق السؤال بتاعه بضي او دو طبعا بس حتى المفرد فيها does the last bus bus leave يعني الاخر بيطلع بيطلع الساعة كام ده كان اخر سؤال في الصفحة دي هي صفحة دي كئيلة شوية بس كويس احنا كده منتدرج في الصعوبة علشان نتقرب على كل حاجة كمان فيه شوية لينكات تانية مفتاح انا هحطها لكم بس مش هسجلها معاكم إجابتها بتبقي موجودة ولو في اي اسئلة ابعتها لي او كومانت تحت وان شاء الله نتشاهل نفهم مع بعض يا ليت جاوبت بالشكل بس احب اقول يعني التدريب اهم من الشرح الحل الكتير بيثبت المعلومة الامثلة نفسها هنلاحظ ان في حاجات بتتكرروا في حاجات اول ما بنشوفها نعرفها فما نضيعش فرصة ان احنا نتدرب كتير لان ده اهم بكتير من واحد يقعد يقول لك فوضنك ويلي بش تعمل في كذا الحل افضل بكتير ربنا معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة